بسم الله الرحمن الرحيم أشكرهم جديدة لإداحة الفرصة في البداية عندي كم أسهل واستفسارات أكرني قال تعالى في محكم تنزيله قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني برقب أن الموضوع ده ما موضوع النقاش لا يجنو دار نت يفساراتنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا في عاية ثانية إنما أموالكم وأولادكم فيتنى يعني كيف نوافق بين كيف نوافق بين السؤال فيه السؤال الثاني في أحد الرؤى في 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 سطر الإسلام في سطر الإسلام كان ما في أحزاب وما في جماعات دينية خالد تعالى في محكم التنزيله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ وَا كان الشيعة وكل حزب بما لديهم فريحون يعني في أحد الرسول ما كان سلف ما في أنصارة سنة ما في صوفية وما في المانع شنوع إنه نرجع بدين الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الأحد يعني بدون أحزاب بدون جماعات بدون آآ فرق شكرا لك بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة أسئلة أعتبرها بناءة ومهمة في نفس الوقت لأنه حاجات قد تكون هي في زهنه موجودة ودائر إجابات ونحن أخوانا في المينبر ما عندنا مشكلة كونه زول جايس الأسئلة عادية نجاوب إجابات عادية زول داري ناغش نغاش ظريف وكده وبناء بن ناغش أما زول جايز إذا كده داري طنقع ده برضو دواء أي شي دواءه في قاعد أي حاجة دواء موجود فحتى الطلب اللي عندهم أسئلة واستثارات في زهنهم ما في مشكلة أنت تعال قدم أسئلتك وتلقى إن شاء الله عندنا طيب قال الآيتين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة كيف نجمع بيناتين يعني المال والبنون أو الأولاد جو في الآية الأولى إنهم زينة وفي الآية الثانية جو إنهم فتنة فنجمع بيناتهم في المعنى إنه الآية الأولى كلمتنا إنهم زينة وزهرة للحياة الدنيا ونعمة ربنا بنعمبها على الإنسان والآية الثانية بتقول إنه فتنة لأنه النعمة ذاتة ممكن تكون فتنة يعني الزينة والنعمة ذاتة ممكن تكون فتنة وربنا بيفتن الإنسان بجانبين بجانب الشر يبقى ابتلاء ليك هل أنت بتصبر ولا لا وربنا بيبتليك أحيانا ويفتنك بجانب الخير يفتح لك في الخير يشوفك بتشكر ولا لا شكتا ربنا سبحانه وتعالى أقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني الفتنة بتكون شنو بالشر وبالخير أحيانا ربنا شفت يضيق عليك في رزقك يبتليك بأمراض غيرها يشوفك بتصبر ولا لا شوفك بتصبر ولا لا طعمية ما تلقاها وكذا تبقى تعبانا وأحيانا ربنا يبتليك بنعمة يشوفك أنت النعمة طيب تشكر ربنا عليه ولا لا لو شكرتا لإن شكرتم لا أزيدنكم وبعد ذاك بهناك انت لو صبرت ربنا بشيل عنك البلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دا الفهم طيب التاني قال ما في سلف وأنصار سنة وكذا ولا في أحزاب ولا فرق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما المانع شنو يعني نحن نعيش بدون أحزاب وبدون فرق دا مش المانع شنو دا دارين نحن ذاته ونحن من برنا أصلا يعني الهدف بتاعه الرسمي والرئيسي الكلمة اللي قال أخونا الشاب دا دا الهدف الرسمي والرئيسي نحن دارين ذاته الجماعة دا اللي يقبلوا ندك تعرف الدكة في الكوشتينة يقول لك دكة دكوة يا نص خلوا أنصار سنة وصوفية وتجانية وشيعة وروا كله دكوة ونرجع لأحد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى التمايز بيناتنا على التقوى ويبقى ما في تمايز عنصري ولا غيره ونبهني أنا بسؤاله دا لكلمة كان دور حول القبالو داك داك طبعا علماني ودوه ضريف جدا والطيب الزول داك بيجي بيثير في مسألة الجزية ومسألة الرق كأنه هو داير يثير في الناس القضية العنصرية وكأن الرق مرتبط بالعنصرية دا ما فهم حاجة الرق يا أخوانك حكم من الأحكام هو صفة حكمية وليس صفة عنصرية الرق دا صفة حكمية يعني المسلمون بمشوا الجهاد بيجاعدوا الكفار الناس اللي بياخدوهم ديل كأسرى من الحرب ديل هم الرقيق مش مربوطة بأسود ولا بأبيض عمار بن ياسر أكم مملوك عمار بن ياسر إذا تقايله شكله كيف دا عربي وسمية بنت الخياط دا العرب فممكن أن تكون عربي عنصرا وتكون عبد حكما فالعبودية دي مجبل بالعبارة الموجودة عندنا في شارع السودان هنا نادي بيستخدامها استخدام غلط استخدام الأسود عبد وغيره لا دا استخدام غلط الاستخدام الشرعي دي صفة حكمية بعد ذا كنت جنسك شنو؟ دا ما الموضوع وما في ناس يا أخوانا الآن في الدعوات الموجودة في الساحة دعوة يعني بيتنادي بالمبدأ اللي انت بتقوله لفظا لكن انت ما بتقوله حقيقة مبدأ انه نحن ما عندنا نتمايز عنصري شوف ما في دعوة غير الدعوة السلفية بتقبل الجميع وتعامل الجميع على مبدأ الأخوة الإيمانية فقط أصبحنا بتلقى في منبرنا يعني والمتحدثين في المنبر والحضور والشباب ومحل دروسنا وحلقاتنا ومحاضراتنا تلقى في تمايز عنصري وتباين كبير جدا وفي النهاية تبقى بيناتنا المحبة والأخوة الإيمانية كلهم واحد والواحدة المنقبيلة من أبعد القبائل عننا من ناحية المسكن بتلقى في نفس الوقت هو أقرب لنا من أخونا الساكم معانا جو البيت لأنه المنهج السلفي ربط الناس بالإيمان والناس أخوة بالإيمان ما بأي شيء تاني ما بأي شيء تاني يا أخي مصعى بن عمير رضي الله عنه ده صحابي جليل وقرشي ومن البدريين وبل من بني عبد الدار ده لالناس اللي عندهم مفتاح الكعبة شفت الميزة دي كيف جاء بعد معركة بدر لقى أخوه شقيقه شقيقه أسر واحد مسلم من الأنصار وسايقه أسير عايا لأخوه وللأنصار قال للأنصار أشدد عليه أربط سمح قال له قال له أربط ده تمام فأخوه تلفد عليه قال له يا أخي ألست أخي قال إنما هذا هو أخوه ده أخوي قال له إن له أما غنية ستفديك ده قال له ربط سمح أمه بتدفع لك بعدين دي عندنا إحنا الأخوة الإيمانية لكن إنت مناداتك ودعوتك دي دعوة في النهاية عندها خلفية عنصرية الآن الدعوات الموجودة في الساحة العلمانية ما دعوات عنصرية؟ الناصرين قايبين على شنو؟ العروبة صح؟ والبعثيين؟ عروبة ولا ما عروبة؟ دعوة بتها العروبة الـ UBF والـ والـ ANF الـ ANF دي بتاعت الجنوبين والـ UBF تنظيم نشأ يعني لفترة وانتهى دي القايمين على شنو؟ قايمين على الأفريقانية طيب دل تلموا السودانين كيف؟ أنت دل تلموا السودانين كيف؟ دل من علي أساس؟ على أساس عروبة؟ يا ناس ما في أساس زي ده بلم الناس إطلاقاً؟ البلم الناس هو الإيمان والتقوى طيب بعد ذلك تاني ما أظن فيه سؤال كتار من البعليقو زعلانين من الطلبة وقل لك ديلتو جاي منهم من بره هو أنت موهوم ولا شنو؟ وديل كلهم البندقون الجايين كده تعليك الله عائن لجنبك في كم ديجين؟ البندقون كم هو جايين ذاته؟ كده عائن كويس؟ لأي واحد عائن لجنبك في كم ديجين؟ يسل ده الطلبة الداخل إيه؟ بعدين قال إنتو جاييننا ناسا وفي منابر الناس بيحملوها أوه إحنا ما جينا كاسا نحن من برنا ده شغال من بيتين من برنا ده قديم وكد بدل من برده يتوقع أن تكون بتقرأ في سنة سابعة أساس لأساب قروك في القول دي التغيتو بالصديغي